احنا يعني نكمل ونشوف برضو بعض الأحداث زي ما انتم وزي ما قلنا احنا مش دايما عايشين في عزلة يعني احنا في نفس الأحداث عايشين نفس الظروف وكلنا مع الشارع المصري حاولنا نفكر معاكم يعني في حلول بديلة خاصة في شهر رمضان ومع تأكيد انه الإفراط في الأكل والحلويات يعني انا ساعات بصراحة يعني بلاقي بحب فكرة انه الصيام اتعامل علشان الأكل يقل واحنا نشعر شوية بالناس اللي محتاجة أكتر فبتلاقي انت العزيم والناس انتحار على المواد يعني اللي هو معقولة انتوا عارفين حتى الأفلام اللي بتاني معقولة حاجيب فراخ ولحمة وكسرات وحاجات ومعاين بنشتكي من الأسعار ما هو ده كمان يعني عايز اقول عبق علينا كلنا عبق علي الأسرة يعني لما بنشوف مثلا الأوروبيين لما بيروحوا يشتروا حاجاتهم بتلاقي في الأسواق ما بتلاقيش ما بيشتروش عادة هم بالكيلو دي كيلو دي مش موجودة قوي بيشتري بالطبق يعني ممكن قوي أسرة مكونة من أربع أشخاص فتلاقي كل حاجة عبارة عن أربع قطع أربع قطع فكهة أربع قطع لحمة أربع قطع فراخ صغيرة هو ده اللي بيمشوا عليه فبالتالي بتبقى بيقدروا يتنفسوا شوية في الميزانيات بتاعتهم وكمان في نفس الوقت أنت بتحافظ كمان على صحتك لأنه المفروض أنه حتى كل الأطباء يقولك لما تدخل شهر رمضان مفروض أن احنا نخرج من هذا الشهر الكريم يعني نكون وزننا بالعكس قل شوية تكون صحتنا أفضل نكون أكلنا الأكل اللي يعينك على الصيام يديك طاقة يبقى متنوع ويبقى فيه كده شكل كده صحي وبلدنا مليانة حاجات حلوة مليانة كمان احنا دخلين شهر إبريل اللي هو يعني شهر الربيع يعني يقولك المثل برمجهات ولا برمهات روح الغيط وهات فاحنا عندنا بقى كل الخضروات والحاجات الحلوة نجيبها وكل مناكل خضار وفواكه حيدي طاقة بس احنا فكرنا كده في التسعب نفكر معاكم بدري شوية ونبدأ نحضر معاكم صفرة رمضان من دلوقتي يعني نبدأ كده ورقة وقلم وتعالوا نفكر اللي عايز ياكل صحي اللي عايز وزنه يبقى قل اللي عايز يبقى كمان تقدر تعزم أصحابك وناسك بنفس نوعية الأكل دي فقررنا نفكر معاكم هتشوفوا كمان بالصور معنا الدكتورة بسمة يسري دكتورة بسمة استشاري التغذية كمان دكتورة بسمة هتكلمك عن أفكار كتيرة جدا ووجبات نقدر نعملها وصحية وفيها يعني تناسب كل الناس وكل الأعمار وكل الفئات ممكن تتبسط منها في شهر رمضان وهتمشي كمان مع الأوضاع الاقتصادية اللي احنا موجودين فيها يعني كمان انت ممكن يعني كده بورقة وقلم من قبل احنا هون نهاردة الخميس لسه قدامنا يعني لسه عشر تيام أو أكتر نقدر نقول والله أنا في شهر رمضان على فكرة الميزانيات يقولك إيه في العالم انت ممكن تمشي تلت تيام تلت تيام أو تمشي أسبوع أسبوع فانت في الأسبوع الأول ممكن تبدأ تقول أنا ممكن أكل إيه على صفرة رمضان أو على مائدة الصحور تعالوا حلنا ندخل على وصفات ونشوف دكتورة بسمة يسري استشاري التغذية هتقول لنا إيه مساء الخير يا دكتور نور إزاي حضرتك عاملة إيه الحمد لله يعني أنا ناسي متشوقة أعرف الوصفات دي ونحاول نبسطها كده للناس ستفضل إحنا مبدأين كده فترة الصيام دي كورسة حلوة جدا جدا إن إحنا نقدر نحفظ على الوزن السعام علشان هي نعمة حلوة جدا يعني الصيام بدأ يبقى تريند عالمي ما يخلط عليه الصيام المتقطع لو إحنا أخذنا بلنا الصيام هو نفس فكرة الصيام المتقطع يعني إحنا بنأكل في خلال فترة معينة وبنكون ساعات معينة لو قدرنا نحفظ إن إحنا الفترة اللي إحنا بنأكل فيها مثلا تبقى تمام ساعات وبيبقى مين لي هو ده اللي بيحصل ونحن بنفطر مثلا على الساعة فترة واللتحر على الساعة تنين فبيبقى ثمان ساعات بنأكل فيهم ونسوم في التاشر ساعة وبتده جسمنا يبدأ يحرق دهون ونحافظ على مستوى كولكترول في الدم والدهون السلاسية ومستوى السكر في الدم فهتبقى حاجة صورة حلوة جدا إن إحنا ننزل في الوزن مع تنظيم بسيط بس في القفل يعني بتنظيم الوجبية أكيد خلينا نقول إنه اللي حنتكلم عليه دلوقتي مناسب لكل الفئات وكل الأعمار وبالذات أهالينا اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة بالضبط كده يعني إحنا أول حاجة إحنا بنبدأ الفطار بتاعنا طيب حنبدأ نعرض مع حضرتك كمان صورة صورة وحضرتك بتتكلم يتفضل يتفضل إحنا أول حاجة خالص بنبدأ نبدأ الفطار بتاعنا دائما يعني إليه سنة لابوية إحنا بنبدأ بطمر التمر يعني بيضبط مستوى السكر في الدم وثمان إنه هو بيدينا طاقة فدي حاجة كوائية تجد بعد كده نبدأ ناخد شربة طيب حنشوف صور أنا شايفة حضرتك حتى كذا نوع من أنواع الشرب بالضبط كده كل الشرب دي نقدر في متوفر إيدينا اللي احنا نقدر نعملها فيه أنا شايفة لسان عصفور عتس بالضبط طماطم شربة عتس كوسة أعتقد مشروم شربة كوسة وشربة مشروم وشربة خدوى مشروم طيب أنا برضو علشان برضو نقربها دكتورة بسمة لأنه في ناس هتقولك إيه يا عم أنا حاكوا المشروب أنا يا عم لا يعني دي حاجات متوفرة المشروب موجود في الأسواق متوفرة وشربة لسان العصفور طبعا موجودة والكوسة يعني من الخضار والطماطم والعتس اللي احنا نحبه يعني دي أوبشنز مختلفة عشان مش كل الناس أدواءها زي بعض طبعا دي كلها حاجات متوفرة نقدر نجيبها بالطولة الفكرة إن الشربة أسفها اللي احنا بنفطر عليها ليه علشان إحنا جسمنا بيفقد معايدا خلال فترة السيام تمام فإحنا الشربة نفكها تقدر تمدنا بالمعادن اللي الجسم بتاعنا فقدها وكمان علشان كتا يعني سويل الجسم بتاعنا اللي احنا فقدناها فإحنا نفطر بالصم زي إن إحنا بعد كده ناخد الشربة بعد كده ممكن نقوم نصلي المغرب ونرجع نكمل الفطار بتاعنا هذا المفتود يعني إحنا نعمله علشان فحة الجنب الهضمي ما ندخلش برة واحدة على ويبقى بالراحة يعني واحدة واحدة والحقيقة المصريين بيعملوا يعني معظمهم بيحبوا يصلوا المغرب وبعدين يكملوا فطارهم طيب إحنا كده هندخل على الفطار فنشوف الفطار كده معاكي نشوف الصورة الأولى والوجبات المقترحة نشوف معاكي كده الصورة الأولى في هنا رز وفي هنا لبيا وسلطة وقطعة فراخ أو قطعة لحمة يعني بروتين قطعة بروتين بالزبط كده لي إحنا أنا حتى قطعة بسيطة صغيرة مش كبيرة علشان اللبيا أريد فيها نسبة بقليات فيها نسبة بروتين وفيها نسبة نشويات فإحنا يعني اللي يقدر يوفر اللحمة أو الفراخ ماتيش مشكلة اللي يقدر يطغن عنها ممكن برد بس ناخد اللوبيا كباديل إن هي كنسبة بروتين وممكن اللوبيا تبقى الفصولية البيضة زيها بالزبط أي بقليات بالزبط فصولية بيضة أو لوبيا أو عدف الثلاثة فيهم نسبة بروتين حلو جدا بس إحنا أهم حاجة ناخد بالنا من كمية الرز اللي إحنا بناخدها طيب الصورة الثانية دي بقى حبيبة المصريين يعني المحش ده يعني بيبقى يعني طبق شهير جدا على مائدة الفطار فهنا المحش كوسة وجنبيه سلطة أعتقد وهي ممكن نحط فيها لحمة مفرومة ويبقى فيها بتروتين بتاعنا يعني بقى فيها كلها نسبة التروتين هي كمية بس أهم حاجة كمية الرز اللي إحنا بنحطها برد طيب هنا السؤال لإنه كمان دكتورة باسما الناس أحيانا بيتعاملوا مع اللحمة المفرومة على إنها كده رفاهية يعني وإنها يعني إيه يقولك طب فين اللحمة بقى فهنا إحنا خلينا نقول إن الطبق ده كامل الوصفة مكتمل العناصر كلها مكتمل كل العناصر الغذائية أي فيه نسبة نشويات علشان نزل فيه نسبة خضار والريسامينات ومعادل وكمان نسبة التروتين اللي هي موجودة اللي إحنا مفرومة عشان كده تبقى كلها على بعضها إلى جانب الثلطة لشان طبق الثلطة طبعا المواد المضادة الأجفادة والمعادل خليني برضو أجاوب لأن ناس كتير تقولك إيه ما بحبش الكوسة وعايز يأكل محشي فإذا إحنا نقول ممكن فلفل أو ممكن بتنجان هي نفس أي نوع من أنواع المحشي يعني أهو المحشي مش حرام خلص إنه ناخده في رمؤ يعني في الأكل أصلا أو كده أي خفيف هي بس نقلل الدهون أهو الدهون يعني كمية الدهون اللي إحنا بنحطها ما تبقاش يعني كمية شربة كاملة مدسم أو كده تمام وإحنا برضو بنفكر الناس إن أنت خدت الأول طمرة وخدت شربة وده يعني ده الصنف التالت يعني الصنف التالت ده بقى عشان التدرج ده علشان إحنا بنتدرج في الأكل مش هنقدر نحن كميات كبيرة طبعا هنا برضو ده طبع حبيب المصريين كوشري بالذبك كده وخدار جنبه خدار سي أو تفر وجنبه الصلطة طيب في ناس أهلينا البسطاء ما بيحبوش السيطين خلينا نقول الحقيقة ممكن يعملوا أو أو ممكن يعمل مثلا يعملوا نايف نايف يعني يعمل فاصوليا يعمل بسلة نايف نايف أو يعني يكتر الصلطة جنب الكشي وما فيش مشكلة خالص بغنى عن الخدار نايفه يعني بس أهم حاجة في الكشري لو هنعملوا بطريقة صحية نحن نزود العكس عشان يبقى مزودين البروتين نقلل النشويات نفتها المقارونة يقدر أن نقللها خل لكن الروس دي بقى نحطه عادي ما في مشكلة بس الأول عكس نزوده علشان يبقى بطريقة صحية الحاجة الأخيرة قبل ما أختم معاك دكتورة باسمة هي السحور فالسحور برضو في ناس ما بتتصحرش خالص على فكرة وفي ناس طبيعة شغلها العامل حينزل يشتغل لازم يكون عنده وجبة سحور فالسحور برضو قللنا حاجة سريعة فيه هو السحور يفضل جدا أن نحن نأخر معادة السحور على قد ما نقبل تمام وهو برضو قلنا نتصحر علشان نبقى في البركة علشان الجسم بتاعنا ما يطولش فترة السيام أكتر من 16 ساعة فترة السيام تبقى أكتر نحن نحرق كمية الجلوهوزة الموجودة في الجسم بتاعنا وكمان ما بقاش عندنا طاطف فيفضل أن نتصحر حتى لو حاجات بسيطة بمعنى أن يبقى مثلا لازم حاجات تحافظ على أن نحن ما نعطلش ثاني يوم فناخد مثلا زبادي مثلا لبن رايب في ناس الفول الأساسي بالنسبة لها في السحور بالضبط كده والفول بالضبط مهم جدا علشان بيقود في المعدة فترة طويلة وبيتردم بعد ست ساعات فعبال ما يبدأ يتردم بياخد فترة فنخلينا اللي احنا مشجعين لتاني يوم وإلى جانب بقى النشويات يعني العيش بلدي تمام ما فيه فإنه مشكلة بس الكميات برضو ناخد بالنا منها يقلل العيش ويزود صلاطة معاه فيبقى حيقدر يشبع وورقيات أهم حاجة أكيد شوية جرجير ده الجرجير ده وقته هيبقى حلو جدا بالضبط كده علشان العطش جدا فتحتي نفسنا طبعا المياه أساسي فتحتي نفسنا وكل سنة وحضرتك طيبة وإن شاء الله تكون حاجة كل اللي قلناه ده يكون فيه فايدة لكل مشاهدين أنا بشكرك جدا دكتورة بسم يسري استشاري التغذية بشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر